كما جا فندوا قلت أن واحد العدد دي المؤخدات اللي عندنا على تدبير وعلى تسير دي المؤسسة دي الأعمال الجماعية وغادي نبداها أولا بالدمقراطة كما جاعل على ليسانكم ليه كنقول الدمقراطة كنقول الدمقراطات أولا أننا احترموا هذه الأجال القانونية المعمول بها دي المكاتب والحال أن هذا الشيء اللي ما تحققش في هذه الحالة المكتب مسير دي الأعمال الجماعية انتهت لمدة دي الصلاحية دياله لما يزيد على سنتين كان من المفروض أنه خصو يعني جدد لحدود هذا اللحظة ما تجدد تم التمديد له بأدوات و بوسائل اللي هي ملتوية والتمديد إذن هذا هو وصل غدي فوت غدي فوت غدي فوت سنتين كان من المفروض أننا من اللي كانت تكلموا إذن على الدمقراطة أننا نكونوا فتحنا باب الإنخيرات في وجهه كل رجال و نساء التعليم هذا إذن ما تحقق شو عندنا؟ يعني بالأسماء حالات ديال الأساتدة و ديال الرجال و نساء تعليم اللي مشاوا يطلبوا البطائق ديال الإنخيرات و هذي الناس رفضوا أنهم يعطيهم البطائق ديال الإنخيرات بل أوهموهم أن البطاقة ديال الإنخيرات في الأعمال الاجتماعية بحالها بحال بطاقة الإنخيرات في المؤسسة ديال محمد السادس و بالتالي لا داعي أنهم هما غاقي يجيبوا 50 درهام و يديروا هذا المعطاء الثالث هو أنه راه كيكون إخبار كيكون جمعام و كيكون إخبار المناديب يعني لأن الانتخابات في هذه المؤسسة كتتم عن طريق المناديب ماشي المنخرطين كاملين ولكن كي يعني قانون آساتي كيحدد شحال كل عدد ديال المنخرطين كي يعطي واحد لعدد ديال المناديب جرى العرف في كل مؤسسات أنه كتجي مذكيرات و كتجي مراصلات من مؤسسة ديال الأعمال الاجتماعية عن طريق المديريات الإقليمية لمؤسسات التعليمية اللي فيها المنخرطين كتخبرهم أنهم مخصوم ينتخبوا وهالعدد ديال المناديب اللي عندهم مخصوم ينتخبوا واحد لعدد ديال المناديب و كيديروا التوقعات ديالهم وهالمندوب اللي يختاروا و كتجمع المؤسسة ديال الأعمال الاجتماعية هذه المناديب هذي هم الفئة والكتلة اللي عندها الحق أنها أولا ترشح وعندها الحق أنها تصوت إلى ستوفات شرط مثلاً ديال تحمل المسؤولية اللي كيتحصر في سنتين أو ثلاثة ديال السنوات هذا الشيء يعني ما تحقق شيء كان من المفروض أيضاً أنه كيتدرج جمع عامة ما يمكنش يعني أنت كتدبر وانت كتسير بدون حسيب وبدون رقيب كيتدرج جمع عام وفي الجمع العام كتعطي الحصيلة كتعطي الحصيلة وكيدوز تقرير الأدبي وكيدوز تقرير المالي وحينما يصوت الجمع العام على التقرير الأدبي وتقرير المالي أنا ذاك كيبدأ المسلسل وكيبدأ العملية الديمقراطية هذا الشيء أيضاً ما تحق شيء بل حتى الجمع العامة أنا كنقول لك لأكثر لمدة طويلة وأنا في هذه المدينة إذن هذه ممكن تعرف شيء معلومة ديال شيء حاجة الله علم اللي يقعي يبلك أنك يستحيل أنك تعرفها ولكن يستحيل أنك تعرف شنو هو الفضاء أو شنو هي البلاصة اللي غادي يكون فيها جديد ديال هاد المؤسسة قلت على مستوى الخطوات الخطوات النيدالية حنا استطرنا واحد البرنامج نيدالي بدينا فيه واحد العدد ديال الحلقات غادي ندوزه يعني الشيق الثاني من البرنامج ويمكن هذه المرة ستتوسع القاعدة من خلال يعني من خلال انخيرات واحد العدد ديال الرجال ونساء التعليم ومن خلال انخيرات أيضاً واحد العدد ديال الإطارات النقابية من أجل أننا نتصدى يعني جميع هذه الممارسات هذه وأكيد أنه غادي تكون معارك لا على مستوى المستوى المحلي ولا حتى على مستوى يعني الوطني وسنرسل كل جهات المسؤولة وما غادي نخلي واحتشي باب اللي ممكن أننا إذن منطرقوش باش الأمور ترجع يعني النصاب إذن ديالها أو تكون واحدة مؤسسة ديال الأعمال الاجتماعية اللي كاتليق برجال ابن يساء التعليم في المكنس الأعمال الاجتماعية في المكنس أرها في واحد الوضع مزري ووضع مزري تتعيش هذه المؤسسة لمدة سنين مدة عشرين عام الإشكالية اللي كينا وهو أن أعضاء هذا المكتب بين قوسين جاءوا إلى هذه المؤسسة للخلود لا يريدون تغيير ولا يريدون عقود جمع عامة لأن كل مرة تناديوا بجمع عام إلا ويخرجون بمكتب في الظلام لم يعرف أحد من رجال التعليم متى تكون هذا المكتب أو متى جدد هذا المكتب نفس الوجوه نفس العائلة نفس الأفكار إذن الأعمال الاجتماعية في الناس رحى تغادف بطريقة غير قانونية وعن كي ينتراجع كبير وكبير بزاف يعني أن رجال التعليم كلهم أقول جلهم هاربوا من الأعمال الاجتماعية لأنهم لم يجدوا أنفسهم في مؤسستهم وبالتالي هم يضايقون رجال التعليم حتى يبتعدوا عن رجال التعليم عن الأعمال الاجتماعية ولكن هناك نضالات هناك أحرار إن شاء الله ستكون مستقبلاً ستكون وقفاً ترجمة نانسي قنقر